الولايات المتحدة الأمريكية شنت حرب كلامية خطيرة جدا خلال الساعات القليلة الماضية ضد دولة إيران قالت عنها يلي صفتك يلي نعتك يلي انت بتصدري وبتمدي روسيا بأسلحة خطيرة جدا الأسلحة دي تأثبت الوضع في قلب أوكرانيا أن هي أسلحة قوية جدا وحققت نجاحات غير عادية أمريكا وهي بتهاجم إيران دعمت إيران على المستوى العسكري أمريكا وهي بتشن الحرب الكلامية ضد إيران كشفت السطار عن قوة الدولة الإيرانية على المستوى العسكري لدرجة أن أمريكا قالت بالحرف الواحد أن إيران مدت روسيا بأسلحة زي صواريخ باليستية عابرة للقراط أثباتت فاعلية في قلب أوكرانيا في مواجهة دول الناتو أمريكا وهي بتحاول تشوه صورة إيران دعمت القوة الإيرانية العسكريية تفاصيل معلومات صادمة جدا خلال الحلقة دي أنا أحمد عبدالعيدي وأنت من حقك تعرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالعيدي من قناة مصر بصراحة ربنا الواحد وهو بيتابع أخبار الدولة الإيرانية أنا بستمتع بيها أنا سعيد جدا خاصة وإن دولة إيران أصبحت جزء من رصيد وقوة المنطقة العربية والعالم الإسلامي بدأ التقارب الإيراني العربي والتقارب الإيراني الإسلامي بشكل عام خاصة في الأوينة الأخيرة فأصبحت دولة إيران في الصف اللي واقف فيه الجماعة العرب وكل المسلمين بلا استثناء يعني إحنا لما نجي نتكلم فإحنا نتكلم ونقول إحنا معنا قوة نووية في الإشارة طبعا لقدرات إيران النووية تتفق تختلف إلا أن دولة إيران تعتبر بمثابة إضافة لرصيد القوة العربية وقوة المنطقة كلها بلا استثناء هتهلفت في الكلام وتنتقد وجهة نظر قناة مصر والكلام ده كله والله ما كانش أكتر من التنافر والتباعد ما بين المملكة العربية السعودية ودولة إيران حاليا دلوقتي أصبحوا متقاربين تماما كذلك إيران تقربت مع الكثير من دول المنطقة هو من ثم إذا قدت أنت أساسا أبرمت ثمت اتفاقيات مع الأطراف المتنفرة معك ما بالك دولة إيران فالواحد يستمتع جدا بمثل هذه الأخبار المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قال واعترف أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وقعت إنذار لإيران إذا إيران فكرت مجرد تفكير أن هي تقدم صواريخ باليستية لروسيا وقال بص يا جماعة هو إحنا حتى اللحظة الراهنة لن نتأكد بعد من نقل الصواريخ الباليستية من إيران لروسيا طب إذا كنت منتش متأكد طب إنت بتتكلم كده ليه؟ أهو تلاكيك هما متضايقين ومفوعين إزاي حصروا إيران طوال عقود سابقة ورغم زيالك تنجح الدولة الإيرانية في القفز فوق كل هذه العقوبات وكل هذا الحصار وتحقق كل هذه القوة العسكرية والإنتاج العسكري بهذه الشاكلة إلى درجة أن الوكالة الدولية للطاقة الزرية تعترف بعض متلصانها وتقول أن قدرات إيران حاليا بعد تقصيب اليورانيوم بشكل ملحوظ للغاية وبشكل مكسف جدا في الأويناء الأخيرة وصلت لإمكانية تصنيع أكتر من 12 قنبلة نووية وهي حاليا بتمتلك 5 قنابل نووية هي فين؟ ما نحنش عارفين أخفتها فين؟ ثم جون كيربي بيقول كمان أن فيه تقارير بتقول أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية أرض أرض القوية جدا في خطوة تعكس تعزيز التعاون ما بين إيران وروسيا وقال كيربي سبق وأن قال الإيرانيين بوضوح أن هما هيشحنوا صواريخ باليستية الروسيا وليس لدينا أي سبب للإعتقاد بأن هما مش هيعملوا كده قالوا كده أن هما هيمدوا روسيا بالصواريخ الباليستية وبالتالي مؤكد هما عملوا كده طب إيه المبرر أن هما ما يعملوش كده؟ بتحسوا حضراتكم مستشار الأمن القومي ده كأنه قاعد على المصطبة وبيردح وأضاف من جانبنا نحن سنحيل الأمر إلى مجلس الأمن الدولي في بداية التصرحات قال هو إحنا مش متأكدين لأن الإيرانيين قالوا وإحنا اللي يخليهم مش هينفزوا بصوا في كل الأحوال إحنا هنحول الملف كله لمجلس الأمن الدولي وقال كيربي إن إيران بتزود روسيا بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة والقنابل الجوية الموجهة وزخيرة المدفعية اللي بتستخدمها روسيا في مهجمة أوكرانيا وحققت نتائج إيجابية على أرض الواقع في أرض المعركة وأضاف كيربي ردا على دعم إيران المستمر للحرب الوحشية الروسية سنفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام المقبلة تلاحظوا حضرتكم أن كلمة فرض العقوبات على إيران اتكررت كتير جدا من قبل كل قيادات الولايات المتحدة الأمريكية لدرجة أن جو بايدن وهو بيستقبل أرملة أليكسي نافلني اللي هو المعارض الروسي اللي توفى في السجن مؤخرا قال إحنا هنفرض عقوبات على روسيا وإذا كنا فرضنا عليها عقوبات في السابق فإحنا هنفرض عليها عقوبات جديدة وإذا كنا هنفرض عقوبات جديدة فإحنا هنركز على العقوبات دي بحيث أن إحنا نفرض ونفرض نفس الكلام ده قالوا قيادات البيت الأبيض لما قالوا بالحرف الواحد سنفرض مئات العقوبات والكثير من العقوبات وعدد كبير من العقوبات طب إيه يعني؟ وهذه العقوبات سوف تختلف عن كل العقوبات لأن العقوبات الجديدة هتكون لها طابع مميز عن العقوبات الأديمة طب ثانية واحدة بس أنت عملت إيه بالعقوبات الأديمة؟ هل حققت نتائج إيجابية؟ هل سيادتك وصلت للي أنت عاوزه من خلال فرض العقوبات من تاني أسبوع من اشتعال أزمة روسيا وأوكرانيا؟ هو سيادتك مش قلت بعضمة لسانك قبل كده؟ أني بمجرد ما نفرض العقوبات على روسيا العقوبات الاقتصادية سوف ينهار الروبل الروسي ولم يحدث ثمت نتيجة إيجابية لصالحك بل بالعكس قوة الروبل الروسي تزايدت الاقتصاد الروسي دولا عن كل دول أوروبا بلا استثناء ودول الناتو تنامى وأصبح قوي جدا خاصة أنه خرج من أزمة روسيا وأوكرانيا أكثر قوة لا مع فرض العقوبات السابقة عشر حزم عقوبات اقتصادية فرضوها على روسيا ما عملتش أي حاجة بل روسيا خرجت أقوى من زي قبل فدلوقتي جنكيربي برضو مرة تقول لك سوف نفرض عقوبات إضافية على إيران في الأيام المقبلة ونحن على استعداد للزهاب إلى أبعد من ذلك إذا باعت إيران صواريخ باليستية الروسيا وقال إحنا هننفذ عقوبات إضافية على إيران وهنسك خيارات رد آخر مع الحلفاء بتوعنا وشركانا في أوروبا وأماكن أخرى إيه بقى طالما أن كثرت تلمة عقوبات فالعقوبات برضو مش هتجيب أي نتيجة خاصة وإن في تلاقي ما بين إيران وروسيا وإبرام اتفاقيات عسكرية ما بين الطرفين على أفضل ما يكون هذا وقد قالت ثلاثة مصادر إيرانية لوكالة أنباء رويترز إن إيران وفرت حوالي ربعمائة صاروخ تشمل العديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من طراز فاتح مية وعشرة مثل صواريخ زلفقار ويقول الخبراء أن هذا الصاروخ قادر على إصابة أهداف على مسافات تتراوح ما بين 300 ل700 كيلو متر وذكرت أحد المصادر الإيرانية إن الشحنات بدأت في أوائل يناير بعد إتمام الاتفاق في اجتماعات عقدت أواخر العام الماضي بين مسؤولين عسكريين وأمنيين إيرانيين وروس في طهران وموسكو طبعا هم مرعوبين جدا من التلاقي الإيراني الروسي شتان بين الطرفين طبعا الطرفين ما تلاقوش بقوة إلا بعد انفجار أزمة روسيا وأوكرانيا اللي كشفت السطار لدول زي إيران والصين وكوريا الشمالية إن روسيا لو سقطت سوف تسقط كل هذه الدول بلا استثناء ومن ثم هم قرروا يدعموا روسيا بكل الطرق في نفس التوقيت اللي انت بتفرض فيها العقوبات كانت روسيا ماشية زي السكينة في الحلاوة على رأيي الليمبي وبشكل غير عادي خاصة في الأوينة الأخيرة أمريكا تحذر إيران من تزويد روسيا بصواريخ باليستية طبعا العالم كلها مرعوبة بشكل كبير جدا من الدعم الإيراني الروسي بس أنا عابزة أقول لحضراتكم على الحاجة روسيا ما هيش في حاجة لهذا الدعم إنما الدعم ده بتحاول روسيا من خلاله تقول للرأي العام الدولي وتقول لقيادات دول الناتو إن في نفس التوقيت اللي انتوا بتحصروا فيه روسيا بالعند فيكم روسيا بتتجه في كل الاتجاهات إلى درجة النهية بتتلاقف نقطة واحدة مع دول قوية زي إيران وزي الصين وتركيا ودولا أخرى يعني الدب الروسي بيحاول يوصل الرسائل بتاعته هو حاطط رجل على رجل في دفس التوقيت اللي بيطور فيه المنظومة العسكرية على أفضل ما يكون وفي ذات الوقت بيوتط فيه علاقاته على المستوى الدولي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة